اشتركوا في القناة وما فيها 29 من مارس معدد من القضايا وعدد من القصص حاضرة معكم بالتأكيد من خلال هذا اللقاء على الهواء مباشرة في القصة وما فيها أهلا بكم حدد من القضايا حاضرة بالتأكيد من خلال اليوم نتعرف في قصة نجاح على قصة نجاح الأستاذة الفتحية محمد أحمد وهي فائزة في مسابقة المؤتمر الزراعي وفي الأخبار النيل الأبيض يحاصر قرية الشوال ووزارة الريتعلي موعد تفريق خزان جبل أولياء ومستشفى الكلاب المناقل يتسلم أربع ماكنات غسيل جديدة وولاية القرطوم تبدأ حملات للتطعيم ضد كورونا بلقاح كورونا الجديد وتجمع الصيادلة تحرير أسعار الأدوية بمثابة إعلان حرب على المواطنين وخبر حزين فيضانات تدمر عشرات المنازل بالنيل الأبيض نتعرف في الفقرة الآخيرة حول مسابقة الشعر باللغة الصينية وللتعلم هذه اللغة وواقع وحال هذه اللغة في السودان كل ذلك وأكثر في القصة وما فيها ولكن بداية القصة وما فيها هنالك قصص ملهمة كثير من القصص نحن الإلهام والأمل والدافع عندما تتصل بتحقيق النجاح في ظروف صعبة وقاهرة ومن يريد تذوق طعم الانتصار فعليه دائما أن يتحمل المسير وأن يمضي على خطة تضحية يزرع من من كسبه وعرقه ليحصد ما تمنى وعمل من أجله في المساحة التالية نتعرف على قصة نجاح الأستاذة الفتحية ونتابع هذه القصة من خلال التقرير من ثم نعود إلى الستوديو وهي معنا داخل المساحة دائما ما يكون الطريق نحو النجاح والمجد شاقا وطويلا محفوفا بالصعاب ولكنه لا مستحيل أبدا حين يكون عنوان قصة النجاح امرأة فالشمس في عليائها أنثى وكل الطيبات نساء الخالتان فتحية ومناه من العاملات المثابرات الكادحات شقا طريقهما نحو الاستقلالية والكذب الحلال بحرفية وعزيمة لا تلين واتهدتا في تحقيق حلم مشروعهما الشخصي بعزيمة لا تلين وخبرة عركتها التجارب بجانب التدريب الخالة فتحية محمد أحمد مزارعة ومنتجة شقت طريقها وحدها بكل ثقة واقتدار واختارت مجال زراعة الحبوب بأنواعها المختلفة لاسيما الفول السوداني والذرى الشامية والبطيخ وكذلك تجربتها مع المشغولات اليدوية فحققت نجاحا لافتا سقلته بالتدريب والخبرة المكتسبة وخاضت دورات تأهيلية محلية وخارجية وتطلعوا لتعميم تجربتها لينعمنا بها أخريات في ولايتها المنتجة بل والسودان قاطبة طبعا مزارعة وعملت دورة زراعية دورة زراعية للفول السودري من حبتين من الفول السودري عملت الدورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة حصلت الدورة دي ل31 شوال من الفول السودري وساعة الشوال بتوزن 110 رطل كانت دورة ناجحة جدا والدورة دي فتحت لي فرصة كبيرة وشالون الناس مركز تدريبات مركز مامون بحير من القرطوم هنا ودتني لغربي أفريغيا مشيت رواندا كان أخذت فيها فترة 15 يوم ومن الحاجات التي استفدت منها هناك طبعا برضو الزراعة استفدت حاجات كثيرة من الزراعة أخذت منهم معي شريف الزور الشامي وهم طبعا ما بيرضوا بزور حقتهم لكن أنا أخذتها بطريقة كده حق قد خاصة كده وعملت برضو دورة زراعية زي ما شايفيننا قدامكم معي شريف ما شاء الله زرعته وعملت بيد دورة الأولى ونجح كويس جدا وأعمل له توطين للبزور في الولاية وأيضا عملت دورة زراعية لفول نجيري برضو لقيت 8 حبات من واحدة صاحبتي وأخذته لأنه قال الفول النجيري ده زيده كثير وده رأس طوطا برضو فول نجيري في السودان برضو عملت منه دورة زراعية وإذن الله أن ننسي للبزور في السودان من الفول النجيري ومن العشريف النيجي الراوندي أما الخالة مونة أحمد من ولاية كسلة فتجربتها أيضا لا تقل حرفية ورجاحا عن قارينتها فتحية خاصة وأنها تتحدث بحماس وأمل وفخر عن ما تفعله وتنتجه الآن من طعمة مجففة وحلويات ومشغولات يدوية وما تود تحقيقه مستقبلا تتحدث منا بلغة الخبير بما يفعل بخطط مدروسة وخطى واثقة تمشي إلى أهدافها مرفوعة الرأس مديدة القوام نقوم بتجفيف الخضروات التي يعمل لك مثلا الخضار مجفف وخضار جاهز بالنسبة للخضار المجفف لما يكون الخضار متوفر في السوب وفي الموسم بتاعه بنقوم نحول التجفيف وبتحفظ لفترة طويلة أما بالنسبة للخضار جاهز طبعا بالطلبية نعمل الخضرة بنفرومة بنغلفها بربع الكيلو وبطوالة نخطط التزعير طبعا بنوصلها كذلك البامية خضار المحشي الفطاء يعني كل الخضروات اللي هي شنو زي الجزر المبشور حيث دو كلها طبعا شنو فالخضار جاهز فتحية ومناة مثالين رائعين للطموح والتضحية كغيرهن من نساء بلاد العاملات الكادحات ولكنهن حتما يحتجن إلى من يرعى تجاربهن الملهمة ويدعم مشارعهن الناجحة لنبني معا بالعلم والإنتاج والعمل وطنا نحلم به جميعا شكرا للروح الكبير دي أستاذة فتحية من خلال ما شفنا ومن التقرير وهذا الحب للزراعة وهذا الانتاج ودائما بفتح عقلنا وفتح أراضينا الخير وخلي سواعيدنا دائما خضرة وتقدم كل خير للمواطنين في كل مكان نتعلم من قصص ملهمة زي دي ومازين نحن نتعرف على أكثر من داخل السوديو مرحب بك الأستاذة فتحية محمد أحمد المزارعة والفائزة في مصابقة المؤتمر الزراعي مرحب بك يسعدنا مسائك مرحب بك كيف حالك إن شاء الله طيبة عليكم السلام و الرحمة كيف وصلت إلى الخرطوم إن شاء الله بيتهم العافية الحمد لله الحمد لله حبابك عليكم السلام و الرحمة أستاذة فتحية يعني أنا بشوف حسا في التقرير قبل شوية ومعي كل الزوملة بالتأكيد شفنا كثير جدا من الإشراقات اللي فيها أمل كبير لكن الدرى يبدأ عشان تمشي وما ساهل الطريق ده بحتاج لي صبر وتطحية وزمن وعمر وإنك تكد وتتعب في الأرض دي وتقعد فيها بعرقك وجبينك وتأخذ فيها زمن طويل جدا كيف قصة أستاذة فتحية دي بدت عشان ما تخش للقطاع الزراعي وتنتج وتغير ومعه وليداته ومعه أهله ومعه كل الناس وتقدم والله العمل الكبير دي بدت كيف القصة دي والله يا خير القصة دي كان بدت طبعا أنا بحب الزراعة الشديد وبزرع منذ فترة 2014 2014 قاعد أزرع وأول ما بدأت الزراعة بزرعه زراعة بلدية بالمحرات العاددة فكان الفول ده قدامك ده فول سودري كان لقيت واحدة نحن هناك بره في الولايات ما منلقو تقايي محسن بتجينة بالكيلو وما منتحصل علاها بالسهولة لكن اللي قيت من واحدة أدى لنا ستسافلنا فطلبت منها تدين فول شاست منها حبتين زي ده بس جميد عملت من دورة زراعية الدورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة اتحصلت على واحد وثلاثين شوال كبير شوال بيوز مئة وعشرة كيلو ما شاء الله رطل وفال كلام ده قبل متين ده 2014 عملت الدورة الزراعية الأولى من الحبتين حقها تلفول بيقي لي في الكيس الأسود ده الدورة 2015 زرعته زي بيكون ثلاثة ملوة 2016 زرعته بيقي لي مليات ثلاثة شوال حقها السكر 2017 زرعته بيقي لي واحد وثلاثين شوال كبير ما شاء الله يعني الشوال بيكون وزنه مئة وعشرة رطل فالدورة الزراعية دي فتحت لي أبواب كثيرة طبعا انتغلت من المزارة انتغلت للمكتب الزراع بالمحلية ومن مشيت الولاية ومشيت الوزارة خشيت وزارة الزراع وواجهت الزول المختص بالدورات الزراعية فحفصني معنويا اني في الزراع ومن هناك فتحت لي فرصة اني اطلع لبر السودان كمزارعة واكتهدت فتح لي باب اني امشي بر السودان مشيت الووندا حنجي للحيطة البر لكن خلينا برضو شوية نقلب معك الدفاتر القديمة دي ذكرتي انه 2014 2015 2017 حتى الدورة الزراعية بتاعتك تبنت وجابت لك 31 شواله جدت من خلال انك تحقق الانتاج ده لكن الصبر ده يعني 3 سنين 4 سنين مرات كلام الناس بيكون والله بيقول لك انه والله الزراعة قليلة العايد عايد ده بسيط لانك حاسبت تزبر 3 سنين عشان ما تعمل لك 31 شواله عشان ما تزرعيها تاني وتعمل لك تيراب محسن بحسب ما انا فيهم تملك الصبر ده برضو في الزراعة مربوح وكيف وفكرة تكلهش والله الصبر جميل دائما الناس ما بتقول الصبر جميل والصبر طيب فانا مجتهد اني مزارعة لازم اتحصل على تقايا محسن فما في طريقة لو قلت تقايا محسن ده اجيبها من وين بيجوب لنا من شمال كردفان ويجوب لنا بمبلغ عالي جدا فانسان لازم هو يجتهد بمجهوده عشان يسهل الغيمة اللي بيجيبها بتكلفة عالي وميزانية دي زول يجتهد عشان هو يخفف الميزانية عالي وبدل ما انا اشتري ليه كيلو ب300 جنح و500 جنح يعني الكيلو ده حاجة بسيطة انا ابتكرته واجتهدته وصبرته وحسنت التقايب بمجهوده الخاص طيب تحسين التقاويده بتحفظيها كيف تعمل مع التقاويده كيف عشان ما برضو تكسب الموسم الجاوي تكون عارفين انه والله تيرابك ده بشكل معين حيجيب لك ياته ثمره حيجيب لك ياته محصوب والله طبعا بقوم بحفظه اول حاجة التقاويده لما انا اطلعه بعزل وبعيد من كمية البزورة التانية بحفظه في محل جاف يعني ما بدور المحل الرطي بقوم بعمله وغاية من السوس كيف يتماسي طرق تقليدية طرق حديثة في الوقاية ده تعمل شنو والله كان في البدري بعمل طرق تقليدية زي شنو ونحفظه بطريق الميم واحد وبشطة ممكن تكبها حول البتاع ده وفي الكافور ممكن تخدها في المخزن الفار والحاجات دي مبتخش بعد ذاك يلا اطورتها لقبن جان السمات المبيت وجان التعفير بتاع البدرة السويت وشنو دا يعني قاعتنا خلاص نعفره بي البذرة بيقى ما تاني ما ما بيسويس فحفظت المرة الأولى والمرة الثانية برضي واني متطبع نفس التغالية طيب بعد النجاحات دي كلها وطيحت لك الفرصة انك والله يا اخي تشارك في مشاركات خارجية في الإرشاد الزراعي وخاصة نمتكلم عن الإرشاد الريفي والزراع الريفية وتطويره والتنمية وهدفات تنمية وصدامة تكون دوليا حولها يجمع بالتأكيد مشاركاتك الخارجية بدت كيف وتم ترشيحك كيف ووصلت كيف مشيت الوزارة بعد ما مشيت وزارة الزراعة قابلوني ناس التقايي وقابل ناس البحوث وقابلوني مدير عامل الزراعة والوزير الزراعة وطبعا حفظوني أن الدورة دي كويسة وزورة ناجحة وأي حاجة فدعموني وقال لي بإذن الله لو جات أي فرصة لناس متدربين وناس متتهدين ان شاء الله تكوني من الناس الفائزين فبعد فترة كان في مركز مامون بحير من الخرطوم هنا متعاقد مع البنك الأفريقي قال دار ناس متدربين وناس ناجحين بنك الأفريقي للتنمية فطوالي ناس الولاية دقوا لي تلفون أنه قال لي ياقي في فرصة كده ونحن أخذتناك بالتسكية تمشي دورة التجوال لبر السودان وصلت وين؟ وصلت رواندا رواندا طيب شكلها كان كيف دير؟ شوفك الشوفته شنو في الإرشاد الزراعي؟ التقنية الشوفته؟ فكرة كانت شنو شوفته شنو هناك ونقلته شنو؟ والله كان في رواندا ما شاء الله أنا أول ما سمعته كان رواندا دي قاله دولة مرت بحربة عالمية حربة صعبة شديدة قبلتين بين الهوتو والتوتس صحيح كانت حربة صعبة شديدة وحصل فوق غتال كتير فطوالي نمت واتطورت اطورت في أقرب فرصة أنه ممكن نمت واتطورت ومن الحاجات اللي عجبتني فوق هي برضو الزراعة فوق طرق الزراعة الحديثة يعني بيزرعوا بواسطة الطغانة يعني فوق دخلنا المزارية عندهم الفداء ممكن ينطيك ألف طن من البطاطس يعني بالطريقة الطغانية وبرضو في فوق الشبكة النساء شبكة النساء دي يعني كل النساء دي بتلقاها مجتمع في حتة واحدة وبقولها شبكة النساء بكونهم عندهم واجب بيقدموا نحو المرأة ونحو التعليم الأطفال ونحو العلاج يعني عندهم مراكس للشغل اليدوي وعندهم مراكس للعلاج بالتأمين وممكن يتابعوا خطط كل النساء شبكة المرأة دي بتشتغلوا وبرضو من الحاجات اللي عجبتني في رواندا كان يعني عندهم حاجة سمحة شدنا يعني ناس رموا كان في حربة وفجأة طوروا ونموا يعني بأبسط طريقهم ونموا الطريقة دي والله أنا عجبتني وسمحة شديدة يعني أنا بقول نكونوا ناس عفوهين في السودان ونطبعوا نفس الخطوات الناس الطبقاء في رواندا لو كان طبقناه في السودان حقنا دعو إن شاء الله يعني إحنا ممكن ننمو ونتطور لأنه إحنا سودان ده خيرات كثيرة وراضي ووازع وصالحة للزراعة ينتي عاوزة تقول يعني سوزة فتحية محمد أحمد عاوزة تقول إنه ياخد تجربة رواندا في المصالحة تمت ومن خلالها تمت عملية التنمية وتمت عملية المصالحة الشاملة والعدالة اللي كانت موجودة من خلال هذه المصالحة ممكن نقلة للسودان لتحقيق سلام شامل خاصة في مناطق النزاعات مناطق دارفور المنطقتين النيل الأزرق وما شابه من كل مناطق السرعات ده نتيجة العوزة تصاليها نعم نعم أنا بقول يعني ممكن ده بيحصل ممكن بيحصل ممكن يحصل يعني حاجة سهلة جدا إن إحنا لو الناس دي بيقى عفوية وضمائرة نظيفة نحو الشعب وكل الشعب دي بيقى شعب واحد حاجة دي كلها بسيطة والتنمية بتكون والسلام بيتيم يعني أي إنسان يحسه جزء من التاني السلام بيكون يعني مسألة الشعب طبعا ممكن تكون مثلا خلافين يختلفوا ويتبقوا فيها الناس لأنه بيكون عندهم آراءة المختلفة لكن دائما بيقعد تركيز في قضايا زي دي بحسب رأيه رأيه كثيرين جدا أو بحسب ما انت شفت بوله ممكن شوف رأيك يعني شنو الخلة تجربة الراوان دي إن هي تنجح وتثمر وتمشي وانت من خلال شفت تجربة دي وحبيت إنها ممكن تحصل في السودان خاصة طلبة المصالحة والعدالة الانتقالية يعني يلا طبعا هنا شنو الميزة برأيك الميزة ميلا الشعبي دي لما انخلاصه وليحق آخر مرحلة في الحرب يعني كانت حربة شنيعة شديدة يعني في السانب ومعدلة السانب قوليك بموته ستة نفار صحيح يعني ماتوا نازل كتير شديد كيف كانت عيادات في المنطقة عاملت مع القضايا الزي دي في رأوان دي شو حسب ما شفتيه أو ما طالعتيه يعني والله طبعا أنا شفته في الشريط في الهيلي محقو وشفته أنه كان بعد من هما يتحاربوا والناس دي الماتوا طيلا أنا كل الناس دي الشباب ما كان عندهم ناس كبار الشباب دي الشردوا وفاتوا برا وبعد ذاك طيلا أنا غلية بسيطين والمرأة دي طيلا أنا غلية بسيطين كان جمعهم في حتة واحدة في محل واحد وكانت أكبرهم من النساء عمرها اتنين وستين سنة يسمها يسمها ميري وبعت ما هي قاعدت ولمت النسوان دي كلهم والأطفال الصغار صغار لمتهم قالت لهم يا أخي أنا طبعا فقدت أسرتي أمي وأوي وأنا دايرة قدتوا ألمكم تقالي أسرات نقاليكم أمو نقاليكم أخت لأن أكبر منكم فطوال استجابة لأنهم مروا بحربة صعبة شديدة يعني زول قلت لما أنت مر بأزمة وبضيك لأن أقرب زول اللي قلت وقلت لهم فوق صح ما بزول بدور الحرب لكن برضو ما بزول بفرط في حقه صحيح لكن أنت جاب معاك مجموعة من الحاجات هنا أنا بيذررت لف أن احنا في ختم حوارنا معاك نتعرف على أبرز الحاجات يعني أشغال يدوية من ياته منطقة بتمثلياته منطقة وتراث يرات لو عرفتنا على سريعا والله يا أخي دي ده شغل شغل يدوي من الزعف أرعا من الخام الجلدي قحلي من قصص النجاح برضو أي من قصص النجاح طبعا أنا اللي بشتغل شغل يدوي بفتكر دائما حاجات بقعد كده دي أنا شيالة ممكن تقدم فيها حالة والبلح الخبايس دي الشمطة من المشمع بقوم بقصة وبخيطة يعني بالطريقة دي بالتصميم بيتم أتشوف دي برضو وعندناه دي قرعا القرعا دي طبعا بتحمل التلاث الدار الفوري صحيح يالله دي عندناه بتال البرتال صحيح والد للدبانقه Agriculture right ودازير أيوه وضبئة بيشتغلوها من الزعف وزمان الحقوبات بيغموا بك �par으ك الريحة صح بكоваك الريحة بك smyn مراء فيها الريحة وفيا الس gemeinsam برضو يشتغلوها فده بيحمل التراث الدارفوري لكن لو زول أستشاف ساكد بقول بس ولك القرع عدش قرع وساي طيب عندك هنا حاجة خير وده برضو عندنا السودان طبعا أنا هو عزيز أنت يا وطن وده علم السودان وبرضو نحت من القرع بيجيب القرع وبنحتها وبصميمها على حسب فأنا بتعبر عن خريطة السودان صحيح عزيز أنت يا وطني وعزيز أنت يا وطن في ختام حوارنا معاك برضو أنا بحب أرجع دائما للجزور والناس يتعرف على بعض أكتر وانت من منطقة مهمة جدا في السودان عدة الفرسان التحية لأهلك في المنطقة كلها برضو رسائل ممكن توجهها في هذا الجو المفعم بالسلام واليوم في اتفاق مبادئ ما بين الحركة الشعبية ما بين الحكومة الانتقانية في مسائر سلام في جوبا كثير جدا من ملفات السلام ونسيمة في ضواحي السودان منتشر شنو الرسائل ممكن نوجهها في ختام حوارنا معك برضو زفاتحية وانت معايشة ومجايلة لكثير جدا من الأحداث يعني يالله واصل السلام ده الحاجة اللي بيجيب المشاكل وبيجيب الحروب دائما الأزمات السومالية أقول لك مضاقت العيش المعيشة هي اللي بيجيب المشاكل دي يعني دائما الناس لما يكون العيش ضنقا والوطضي متكار في الناس دي بس اللي بيجيب الحروب وبيجيب المشاكل الدولة دي لو الناس رشدتها صاح وأي زول أدو حقها صاح أسي زي الناس المزارعين دي لو أدوهم حقهم نموهم طورهم يوفر لهم الوقود يوفر لهم البزور يمولوهم في زمن مناسب الناس تزرع ممكن تكفي حوجتها وتحارب العطالة وتنمي البلد وتغزي المحلية والمحلية تغزي الولاية وتغزي العاصمة يعني لو بيجيب عطالة ما في المشكلة دي بتنحلها بصراحة يعني مشكلتنا إلا الفغر بس بخلينا نتحارب و بخلينا نجابة دي للفغر وعطالة دي يبتسي المشاكل وصف النية وبرضو الناس تصف النية والناس تقول أنا شعب واحد لو كلنا قلنا ما نقول للقبيلة الفلانية القبيلة الفلانية الناس كلها تقول شعب السوداني أنا بقول أنا الناس تقول الشعب السوداني أنا ما يقول لك تتجيب قدامك قولي اتجاه منياتي قبيلة أو يامنياتي ولاية أو جامن أنا سوداني سوداني كده خلاص السلام بيتمه والناس بتكون كلها شعب السوداني أنا لو لقيت أخوي قدامي معناته شعب السوداني ما زال يسأل زول من تفاصيل دقيقة يبتجاه من وين أزالك أتطمن عليك لكن مش أزالك أنه أميز التمييز ده ما كويس ويسير بيجيب الحساسيات والمشاكل ده كلها التمييز والله بصراحة التمييز ده اللي بيخلق المشاكل والعطالة فأنا بوصي أن الناس يسيب مشكلة التمييز دي خاصة وبرضو يدون أي ناس يدون حقهم ناس العاصمة عندهم حق ناس الولايات عندهم حق ناس الريف عندهم حق الحساسيات دي بيجيبها والله التفرغة بالجد يعني بتجيبها التفرغة والتمييز يعني لو أي ظل بيجيب حق سواء كان في الريف أو في الولاية أو في العاصمة بيجيب حقه المناسب ما كان حصرة مشاكل كافة الحقوق حق السياسي الحق الاجتماعي التعليم الصحة حقوق العامة في الحياة صحيح الحقوق العامة دي كلها يتمدوك حقك سبب اللي بيخليني أشاكل شنو سبب اللي بيخليني أنا أمشي أشرط شنو وما في حاجة تخلينا أشرط ولا في حاجة تخليني أعمل حاجة غلا صحيح أنا شكر لك كثير أستاذ فتحية محمد أحمد المزارعة هو المشاركة في المؤتمر الزراعي الفائزة في هذا المؤتمر أخيرا نورتنا كثير من خلال هذه القصة للنجاح وهذا الفهم والوعي العالي بهذه الأطراف المترامية التي دائما ما نردد فيها نقبة حزمة كفان المهازل شكرا لك كثير وإن شاء الله رب دائما يخضر دراعك واتقدمي الأخضر والأجود والأنظر دائما يا رب شكرا ما شاء الله شكرا لكم ومبارك الله فيكم جزاكم الله خير وإحسان وأنا سعيا إن شاء الله أكتب أكتر وأكتر ودائما مشاركة معكم القصة جاي إن شاء الله نكون معك من النجاح وإن شاء الله يطيب خاطرك ويطيب أسطيك ونشوفك دائما يا رب شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة